موسيقى نشرة الأخبار مع حسين تركي موسيقى أحييكم في نشرة الثالثة إلى أبرز عنوينها موسيقى الكاظمي يوجه بتسريع إكمال التسجيل البايومتري للناخبين ويدعو إلى دعم الانفوضية بإجراء انتخابات المبكرة موسيقى وزير الخارجية يؤكد هاتفيا لنظره الأمريكي اتخاذ إجراءات نمنية لوقف الهجمات وحماية البعثات الدبنماسية موسيقى المالية النيابية تتوقع صرف الرواتب خلال الأسبوع الحالي وتؤكد عدم وجود أي بدائل للحكومة الوقت الحاضر على الاقتراض موسيقى مع اقتراب ذروة زيارة الأربعينية كربلاء المقدسة تدخل حالة الاستنفار الخدمي والأمني والإخبارية ترافق مواكب الزائرين موسيقى أهلا بكم وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مفوضية الانتخابات بمضاعفة جهودها لتسريع إكمال التسجيل البيومتري للناخبين والاستعداد لانتخابات المبكرة وشدد الكاظمي على أهمية تمكين كافة الناخبين من التصويت في الانتخابات النيابية المبكرة كما وجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والميسر لضمان حصول كافة الناخبين بما فيهم النازحون على البطاقة البيومترية خلال فترة وجيزة دعيا كافة الجهات الرسمية والشعبية إلى دعم المفوضية على كافة الأصعدة لإكمال استعداداتها لإجراء انتخابات المبكرة المقبلة في ذات السياق دع ناشطون إلى حسم قانون انتخابات والمحكمة الاتحادية مشددين على ضرورة اعتماد البطاقة البيومترية وتجاوز الإخفاقات الماضية للتحقيق انتخابات عادلة ونزيها القانون الأول الذي انتظر الجميع هو قانون انتخابات رغم أن قانون الانتخابات النيابية قد تم التصويت عليه يوم 24.12.2019 إلا أنه مرت عشرة أشهر وهذا القانون لم يصدر بسبب عدم الدم التوافق لحد الآن على حجم الدوائر الانتخابية أعتقد قانون الانتخابات اللي هو أهم المحكمة الاتحادية كإجراء قانوني للتصديق على نتائج الانتخابات لكن يبقى قانون الانتخابات بكل تفاصيل الكثيرة نظام الانتخابات آلية الانتخابات لأن هذه كلها بمجملها تؤدي إلى انتخابات حقيقية ونزيها تؤدي إلى تمثيل حقيقي بالشارع العراقي تعديل قانون الانتخابات هو أصلا ما يجب رغبة السياسيين وإنما بضغط الشارع ولهذا نطلب من المجلس النواب أن يقوم بدورها بالأول بسن قانون المحكم الاتحادية مشكلة ليست في القانون ولا مشكلة في الآلية ولا مشكلة في الدوائر متعددة المشكلة في الثقافة الناخب نحتاج إلى ناخب مثقى فواعي يعرف أين يدلي صوته أكد وزير الخارجية فواد حسين أن الحكومة اتخذت تجراءات أمنية لوقف الهجمات على المنطقة الخضراء والمطار ذكرت وزارة الخارجية في بيان أن الوزير تلقى اتصال هاتفيا من نظيره الأمريكي مايك بامبيو مساء أمس وركز الحديث على العلاقات والروابط الثنائية بين البلدين وعلى القرار المبدئي للإدارة الأمريكية بسحب السفارة من بغداد وأوضح البيان أن وزير الخارجية عبر عن القلق تجاه هذا القرار بالرغم من كونه قرارا سياديا يخص الجانب الأمريكي ولكن قد يؤدي إلى نتائج لا تصب في مصطحة الشعب العراقي من جانبه شدد وزير الخارجية الأمريكي على مئة العلاقات العراقية الأمريكية والتواصل من أجل إيجاد حلول لهذه الأزمة توقعت اللجنة المالية إطلاق الرواتب خلال الأسبوع الحالي وقال عضو اللجنة جمال كوجر أن الحكومة تستطيع أخذ وديعة من البلغ المركزي أو المصارف لحين تصويت على قانون الاقتراب مضيفا نصلحت الحكومة في إيقاف متعدد الرواتب والفضائيين توفر مبالغها إلى الخزينة مشيرا إلى عدم وجود أي بدائل للحكومة في وقت الحاضر سوى الاقتراض لتأمين الرواتب في ظل غياب التفسير الحكومي لتأخذ الرواتب أفادت تسريبات بوجود خلل فني داخل وزارة المالية تسبب بتأخذ صرف رواتب الشهر الماضي لم تتمكن وزارة المالية حتى كتابة هذا التقرير من تأمين رواتب الموظفين لشهر أيلول الماضي نحو ثمانية ملايين موظف مضى أكثر من ثمانية عشر يوما على موعد صرف المستحقات المالية دون أن يتم صرفها أو تحديد موعد لذلك فهل دخل ملف الرواتب على خط الأزمات المتصاعدة؟ نعم سنتخذ موقف يوم عشر عدنا جالسة والكل مصمم على محاسبة الحكومة لأنها ليش أخرت الرواتب رغم أنها اقترضت نحن قرضنا الحكومة لمدة خمس أشهر وتساءل خبراء اقتصاديون عن إيرادات بيع المشتقات النفطية التي يتم تكريرها وبيعها على أصحاب المركبات وعن موارد باقي الوزارات التي تستوفى من المواطنين والشركات والدول كدوائر المرور ووزارة النقل وأمانة بغداد نحن اليوم عندنا 6.666.000 سيارة اللي موجودة كل اللي موجودة بالعراق إذا كل واحدة يومية تصرف لها خمس لترات أضرب هذا الرقم في العدد يطلع يعني معناتها أكثر من 30 أو 35 مليون برميل لتر يومية ووصف نواب سحب الحكومة لمشروع الموازنة وتقديمها للمرة الثانية طلبا للاقتراض الداخلي بعد فشلها في الاقتراض الخارجي بالتخبط في إدارة السياسة المالية للدولة مطالبين بتقديم ورقة الإصلاح الاقتصادي قبل تمرير الموازنة وأكدت مصادر من داخل وزارة المالية أن خللا فنيا قد تسبب بتأخر توزيع رواتب الشهر الماضي وأنها ستباشر بتسليمها خلال الأسبوع الجاري أحمد عرام العراقية الإخبارية بغداد علق النائب عن اتلاف دولة القانون منصور الإبعيجي بشأن الأنباء التي تتحدث عن توجه بتخفيض رواتب الموظفين وقال أن تخفيض الرواتب أمر غير مقبول ولا يمكن القبول أو السماح به نهائيا وتحت أي ظرف لأن الموظفين غير معنيين بالأزمة المالية التي يمر بها البلد وهذا واجب الحكومة تجاه موظفيها وأضاف أن الأداء المتلك للوضع المالي والاقتصادي للدولة غير صحيح الأمر الذي أدى إلى تدهور الواقع المالي في البلد أشهر المرة هو المواطن يعاني عدم توفير الحصة التموينية باستثناء مادة الطحين وبينما تتواصل المقترحات لاستبدأ المفردات بالأموال لتساء المواطنون إن كانت الجيات المعنية بالموضوع تدرك كم من العائلات تعتمد عليها في حياتها اليومية حسن الفواز والتفاصيل لا جديد يذكر ولا قديم يعاد هكذا هو حال مفردات البطاقة التموينية التي تقطعت بها السبل وأصبحت حلما صعب المنال بالنسبة للمواطن مفردات أشهر السنة أصبح الشبهة فصلية حكومات تعاقبت ولم تخرج بحلول جدرية لهذه الأزمة التي تراكمت ملفات فسادها دون إيجاد معالجات تلبي حاجة من هم بحاجة ماسة لهذه المفردات شنو يا الحصة التموينية ممنين الناس عليها يعني هسا لو هسا المنظمات الإنسانية تغرق للسوق والحصة التموينية وهم يبوقوها التجارة سوج التجارة والحكومة ما تراقب لمن الاقتصادي ما يراقب عمي الناس مسحوقة عمي والله الناس بعدها عايشة على البطاقة التموينية والله عمي الناس والله العظيم جاء تتغدم وتتعشة بطاقة التموينية وهذا التمين اللي يجيبونه تمين الله وكل علف حيواني ولين وكل مادة الطحين قد تكون الأكثر توزيعا بعد أن سجل محصول الحنطة الاكتفاء الذاتية وإعلان أجهات المسؤولة توفير هذه المادة للمواطني للعام المقبل أما مادتي الزيت والسكر فتتعطل في أغلب الأحيان نتيجة الخلافات المستمرة بين وزارة التجارة والجهة المجهزة من القطاع الخاص لأسباب تتعلق بالمستحقات المالية أما بقية المفردات فأصبحت في خانة النسيان لحد شهر الخامس نحن مأمنين الحصات التموينية بالنسبة لمفردات يسموها الطحين الفلاحين اللي هم وردون أكثر من خمسة مليون طن حنطة لهذه السنة رح يكفينا إن شاء الله ننطع عشر حصص السنة وخمسة أيضا إضافية لحين إنتاج المحصول القادم إن شاء الله بإذن الله ل2021 يذكر إن وزارة التجارة وبعد انقطاع عندما أكثر من أربعة أشهر أعلنت عن تجهيز مواد الطحين والزيت والسكر إذ عزت الوزارة أسباب التأخير إلى ضعف السيولة المالية حكومات تعاقبت وما يزال مصير مفردات البطاقة التموينية مجهولا والحلول غائبة ولسان حال المواطن يقول أين هي الحصة التموينية أين أموالها ومن المقصر في حرمان الكثير من العراقيين من هذا المورد المهم فضلا عن الكم الكبير من ملفات الفساد التي غيبتها المحسوبية والمحاصصة طوال السنوات الماضية من بغداد حسن الفواز العراقي الإخبارية عدم توفير السيولة المالية في مؤسسات الدولة كان من بين أبرز أسباب توقف المشاريع الخدمية فضلا عن شباة الفساد التي طالت مسؤولين كبارا في الدولة ما أدى إلى كثرة البطالة وزارة التخطيط أعلنت أن نحو ستة آلاف مشروع منذ الفين وثمانية بعضها منجز بالنسبة التسعين بالمئة والبعض الآخر ينتظر التنفيذ لكنه مهدد بالإيقاف بسبب قلة المهل وزارة التخطيط تعلن توقف قرابة ستة آلاف مشروع منذ الفين وثمانية بعضها منجزة بنسبة تسعين بالمئة بسبب قلة السيولة المالية وقرار مجلس الوزراء الأسبق بإيقافها وهناك مشاريع استراتيجية أيضا مهددة بالإيقاف غياب التخطيط والاستراتيجية الحقيقية لإنهاء هذه المشاريع هي التي تؤدي إلى إيقافها وليس وفرة السيولة المالية هناك حوالي من ثلاثة آلاف مدرسة ألف مدرسة نسبة إنجازها من الثمانين إلى تسعين بالمئة مشاريع الماء منجزة لا تحتاج إلى مبالغ كبيرة هذه المدرسة وهذا المستشفى وغيرهما العشرات مشاريع توقف إنجازها بسبب عدم إطلاق التخصيصات المالية التوقف المتجدد لمشاريع كهذه جعلها عرضة للإندثار والتأخير المستمر مشاريع نسب إنجازها خمسة وتسعين وثمانين وحتى لدينا مشاريع ثمانية وتسعين ومئة بالمئة بس تخصيصات ماكو المشاريع هاي انهملت انتركت بالوقت الحالي أنا كمقاول ما حد نعطيني فلوس على مشاريعي توقف المشروع ورح تتعرض للإندثار مرة ثانية ورح تنترك ومشاريع كلها مهمة منها مدارس ومستشفيات مراكز صحية نسبة الإنجاز ماتة خمسة وثمانين بالمئة وهذه المدرسة نموذجية في مدينة الصدر ناشد الكاظمي يشوفوننا حلل هاي الأزمة المالية يوم يقولوننا راحوا للتخطيط يوم يودوننا للمالية يوم المالية يدزوننا للتخطيط والمحافظة وإحنا دوامة صالنا سبع تشير دوامة ما نعرف لمن نروح يبدو أن أغلب المشاريع الستراتيجية ستتوقف وقد تندثر بسبب الأزمة المالية التي عجزت الحكومات المتعاقبة حلها والتي بدأ ناقص خطرها يدق أبواب الموظفين ومخاوف من أيام عجاف قد يمر بها العراقيون في ظل رؤية اقتصادية غير واضحة وتخطيط لم يثمر عن شيء علي الأحمد العراقي الأخبارية بغداد خسفات وتضاريس شوهت ملامح الطرق الرئيسة من بين بغداد والمحافظات نتيجة الأحمال الكبيرة وقلة المواصفات مشكلة لم تقابلها حلول ناجعة من قبل الجهة المعنية التي اكتفت بحلول ترقيعية لم تنقذ الطرق من مسلسل الدمر هذا المشهد أصبح عنوانا ملازما للطرق الرئيسية بين جميع المحافظات وتحديدا العاصمة بغداد زيادة الأحمال للعجلات وقلة المواصفات أبرز أسباب هذه التضاريس التي رسمت على ملامح تلك الطرق الدولة ما مهتمة بها ما مهتمة بها الحمل الزايد محاسبة على الحمل الزايد ما كلا توجد نهائيا أسبابها يعني هسة لو تنظر للشارع يعني السيارات هاي الصالون أغلبيتها الطخ وتأخذ على هاي الجهة سبب الحوالث ماكو شغل نظيف ماكو يأخذ هالمقاول يستلم فلوسه لي قدناه متعف كلها فساد ورغم الحلول التي لا تتماشى مع زيادة عجلات الحمل ومنها تفعيل محطات الوزن التي لم تقف حائلا أمام استمراري مسلسل تدمير تلك الطرق نتيجة افتقادها للرقابة والمتابعة من الجهات المعنية دائرة بهذا المجال عمدت مؤخرا إلى تفعيل محطات الوزن من خلال قياس الأوزان في المحافظات وإنشاء ما يقارب 75 محطة وزن على عموم الشبكة الطرق العامة ولكن هذا الأمر أيضا اصطدم بعدم موجود مفارز مرورية التي تقوم بجباية الغرامات المفروضة على المخالفين أما تقاطع الصلاحيات الإدارية بين المؤسسات المعنية فقد أوقف تنفيذة وتطوير الطرق الخارجية التي مر عليها عشرات الأعوام دون مواكبة التطورات الاقتصادية والأمنية ما قدرنا نمول أنه طريق بغداد التاجي لعفو الموصل الممتد لأنه تابع إلى مدرية الطرق والجسور فهذا التداخل بالصلاحيات هو قسم مهم بهنا أيضا توزيع النقاط التفتيش مثل ما نقول بسلطرة الشؤون موقعها خاطئ مشكلات قائمة وحلول على الورقة والواقع يحكي قصة طرق تأن من أحمال آلاف العجلات التي تقسم ظاهرها يوميا دون معالجات تذكر عباس نعم العراقية الإخبارية بغداد بحضور وزير الثقافة حسن نظم نظمة السفارة الهندية في بغداد اعتفالية خاصة بمناسبة الذكرى المئة والخمسين لميلاد المهات مغاندي وزير الثقافة أكد خلال الاعتفالية أن غاندي يمثل ثقافة واسعة بالنسبة للعراق والوطن العربي فيما أكد السفير الهندي أهمية تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات كافة أحيينا الذكرى المئة والخمسين لميلاد المهات مغاندي هذه المناسبة مهمة ليس فقط بالنسبة للهنود وإنما لثقافتنا أيضا في العراق وفي العالم العربي هذا الاسم الكبير باسم مهات مغاندي يمثل رمزية كبيرة جاءتنا في الثقافة السياسية وفي الثقافة العدبية والثقافة الفنية أيضا وهو يمثل نزعة اللاعنف مهاتمه غاندي الرسالة الدائمية للمهاتمه غاندي هي رسالة السلام واللاعنف والبحث عن الحقيقة مهاتمه غاندي كان هندي بالجنسية ولكن حقيقة كل العالم يحترمه وهو لكل العالم أحبط جهاز مكافحة الإرهاب مخططا إرهابيا لاستهداف زائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام شمالية العاصمة وذكر الناتق باسم القائد العام القوة المسلحة لواء يحي رسول في بيان أنه وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة نفذت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب عملية نوعية أسفرت عن القبض على انتحاريين اثنين كان ينويان استهداف الزائرين شمالي العاصمة هذا وصل وزير الداخلية عثماني الغانمي إلى محافظة كربلاء المقدسة لتفقد الإجراءات الأمنية مع قرب إحياء زيارة الأربعين وذكر مراسل الإخبارية أن الغانمي وصل إلى المحافظة برفقة رئيس يركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير ريار الله وقيالات النمنية للوقوف ميدانياً عن الخطط المتبعة لتأمين زيارة بطرق الزائرين المؤدية للمحافظة إلى ذلك تواصل الحشود الإيمانية مسيرها من النجف الأشرب بتجاه كربلاء المقدسة لإحياء زيارة الأربعين وذكر مراسل العراقية الإخبارية أنه مع اقتراب ذروة الزيارة بدأت الطرقات تكتظ بحشود الزائرين وكذا انتزام المواكب الحسينية والزائرين بإجراءات الوقاية الصحية من وباء كورونا فضلاً عن انتشار النمي واسع في المحافظة وفي الطرق لتوفير الأجواء الآمنة في طريق الزائرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من هناك أحمد الفتلاوي أحمد أهلاً مكضعنا في أجواء الزيارة لهذا اليوم نعم السلام عليكم مثل ما تعرفون محافظة النجف الأشرف دخلت ذروة هذه الزيارة من قبل أربعة أيام من هذا اليوم وستبقى مستمرة إلى يوم الخميس القادم وهي يوم الأربعينية طبعاً قبل قليل انتهى مؤتمر صحفي عقده محافظة النجف الأشرف لوي الياسري حول استعدادات الحكومة المحلية في محافظة النجف الأشرف لهذه الزيارة حيث تحدث عن العديد من الأمور وأهمها الخدمات التي تقدم لأزار الكريم باعتبار أنه هذه السنة هو موسم استثنائي للزيارة باعتبار أنه العراق والعالم أجمع يمر بجائحة كارونا عليه هناك حقيقة خدمات جليلة تقدم لأزار الكريم وخصوصاً من قبل هيئة المواكب الحسينية التي تبلغ ما يقارب 3600 موكب خدمي يقدم خدماته لأزارين الكرام بداية من جنوب محافظة النجف الأشرف وحتى مدخل مدينة كربلاء المقدسة كل هذا هناك إجراءات صحية وقائية تمت بكل المواكب الحسينية حيث أجمعها تكون هناك الكمامات كذلك الكفوف المعاقمات أيضاً هناك الأواني ذات الاستخدام للمرة الواحدة فقط هذا كله أكيد جهود مشكورة تقوم بها هيئة المواكب الحسينية والمواكب الممتدة على الطريق كاملة أيضاً هناك خطة أمنية وخدمية تقوم بها محافظة النجف الأشرف من خلال جميع القوات الأمنية ومشاركتها في هذه الخطة الأمنية وكذلك قطاعات الجيش العراقي أيضاً تمركزت في بعض المواقع لمحافظة النجف الأشرف لأجل تأمين سيابية دخول ما مدى تعاون القوات الأمنية في محافظات النجف كربلا والمحافظات الأخرى المجاورة لمدينة النجف الأشرف أكيد هناك قطاعات أيضاً وصلت لمحافظة النجف الأشرف وهي دعم ساند للمحافظة من أجل هناك تعاون كبير من أجل انسيابية دخول الزائر الكريم وكذلك تأمين الطريق إلى مدينة كربلا المقدسة الجيش وأيضاً الاستخبارات والأمن الوطني وأيضاً كذلك الحجر الشعبي الممتد في بادية محافظة النجف الأشرف بحر النجف مع حرس الحدود هناك حقيقة خلية نحل أمنية متواجدة على طول طريق المؤدي من بداية محافظة النجف الأشرف وإلى مداخل مدينة كربلا المقدسة بالنسبة لمطار النجف الأشرف الدولي وخصوصاً السماح للزائرين من دول أجنبية وعربية لزيارة الأربعينية الإمام الحسين عليه السلام تحدث قبل قليل مع إدارة مطار النجف الأشرف الدولي وتحدثوا أنه من يوم غد مساء ويوم الاثنين والثلاثة وحتى الأربعاء ستهبط الطائرات وهناك حجوزات من الشركات عربية وعالمية من أجل نقل الزائرين إلى محافظة النجف الأشرف نعم أحمد مع ذروة زيارة الأربعين ماذا عن القطوعات التي ستقوم بها القوات الأمنية في محافظة النجف الأشرف كيف سوف يتم توزيعها وتقسيمها طبعاً نحن نعرف أنه بالنسبة للقطوعات لحد الآن سنوياً كان هذا الشارع الآن الذي نقوم به بالبث المباشر هو مقطوع من قبل خمسة أو ستة أيام باعتبار أنه كانت الزيارة حقيقة في السنوات السابقة هي زيارات مليونية وكبيرة جداً لكن هذا الموسم وبسبب الجايحة وعدم استقبال الزائرين للأجانب كانت هناك زيارة ليست بقوة وانسيابية الأعوام السابقة لذلك أن الطرقات أغلبها مفتوحة مع عدد الطرق الرئيسية المؤدية للمدينة القديمة وإلى مقبرة وادي السلام وكذلك بعض الطرقات التي يكون فيها زخم كبير للزائرين الكرام يكون هناك قطوعات آنية وبعد أن يخف عدد الزائرين يقوم الطرقات بفتحها طبعاً أكيد بالنسبة لذروة السير مشياً على الأقدام تكون دائماً منذ هذا الوقت وحتى وقت الفجر وبالنسبة للوقت الظاهرة يكون هناك استراحة الزائرين في المواقب الحسينية نعم أحمد الفتلاو مراسل العراقية الإخبارية من مدينة النجاف الأشرف شكراً لك مع قرب بدء زيارة أرباعينية الإمام الحسين عليه السلام استنفرت الدوائر الخدمية والصحية في كربلاء المقدسة لاستقبال الحشود المليونية القادمة من محافظات الوسط والجنوب جهود استثنائية تبذلها الدوائر الخدمية في مواسم الزيارات المليونية مديرية البلدية يقع على عاتقها تنظيف المدينة والحفاظ على الحدائق العامة فضلاً عن توزيع حاويات وأكياس النفايات على أكثر من عشرة آلاف موكب خدمي بالتزامن مع الحملات التقيفية ضد جائحة كورونا زدنا عدد الحاويات زدنا عدد الكياس وتوزيعها على المواكب الحسينية من أجل ضمان عدم أو تقليل الأصابات أو توفير بيئة جيدة من أجل منع جائحة كورونا من الانتشار أما مديرية توزيع الكهرباء فتتحمل عبء مكافحة الربط العشوائي والإضرار بالخطوط الناقلة إضافة إلى التنسيق مع أصحاب المواكب لترك ممرات خاصة بعجلات الصيانة ندعو أخواننا بهية المواكب وجميع الخدم التعاون مع دارة فرع توزيع كهرباء عن طريق عدم الربط العشوائي للمواكب الحسينية وترك مسافة لدخول الآليات التخصصية الخاصة بإصلاح العطلات خلال فترة الزيارة استنفار خدمي تشهده الدوائر الحكومية أثناء الزيارات المليونية وخطط لم يكتب لها النجاح لو لا تعاون الزائرين وأصحاب المواكب حيدر الحاج العراقي الإخبارية كربلاء المقدسة واستجرات خدمية مصحية يواصل المؤمنون في محافظة واسط سيرهم صوب كربلاء المقدسة لإحياء زيارة الأربعين أصحاب المواكب الحسينية أكدوا التزامهم بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا جموع الزائرين من أبناء محافظة واسط والمناطق المجاورة لها ينطلقون سيرا على الأقدام قاصدين مدينة كربلاء المقدسة لإحياء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام وسط مشاهد الالتزام باتخاذ الإجراءات الصحية ما الشاي هاي طريق كله كل شي موجود ما تعوز كل شي يعني ظال الأكل ظال كل العلاج كل شي موجود متوفر حتى الكمامات يطلون قاعد نقعد الصبح الساعة بالأربعة تسوي ثلاث وجبات فطور وغداء وعشاء زيان ويبدأ من الأربعة تقريبا للستة للصلاة صلاة المغرب العموان متوفر كل شي متوفر الجنود الشرطة المرور كلها تخدم وكلها تخدم بروحية هذا المسير يحظى بإجراءات أمنية ووقائية متخبة وتقديم جوانب خدمية وطبية متعددة للزائرين على طول الطريق الممتد باتجاه الحدود الإدارية لمحافظة بابل والتي تشكل منطلقا للوصول إلى مدينة كربلاء الآن نحن في القاطع الشمالي حيث تمتد عجلات الأسعاف تعتبر عجلات أسعاف ثابتة وعجلات أسعاف جوالة فضلا عن المفارز الثابتة المفارز الثابتة اللي هي بيها الأجوية والضماد والتعقيم شركتنا تقدم للزائرين وللمواكب الحسينية بيع المباشرة الصوانات الغاز السائل وبالسعر الرسمي خمسة آلاف دينار للأسطوانة الواحدة طبعا هذا السعر مدعوم ونوفرهم على طول خط الزائرين أنا متطوع لتعفير لخدمة الزوار وهذا الشيء نتبع عن المرجعية اللي قالت لازم سلامة الزائرين ونحن الحفاظ عليهم فإحنا صباحا ومساءا أعفر بالزوار مسيرة الولاء وأحياء الشعار من قبل الزائرين تتجدد في كل عام صوب مدينة كربلاء المقدسة في مشهد يؤكد أن مبادئ الثورة الحسينية تشكل منارا ونبراسا حيا لمختلف الأجيال لثاق زراجي العراقية الإخبارية الكوت أعلنت وزارة الصحانة المنقفة الوباء لفيروس كورونا في البلاد أظهر ارتفاع حالات الشفاء مقارنة بالإصابة وسجلت الوزارة 3672 إصابة جديدة بالفيروس كما سجلت تماثل 3861 مصابا بكورونا للشفاء فيما سجلت أيضا 49 حالة وفاة جديدة بالفيروس ذكرت منظمة الصحة العالمية أن العراق داخل ما يسمى بمرحلة التفشي المجتمعي لفيروس كورونا وهي المرحلة الثالثة محذرة من انتشار الوباء في عموم البلاد وأوضح موثل المنظمة في العراق أدهم إسماعيل أن مراحل انتشار الفيروس في العراق في الوقت الحالي ما زلت تحت السيطرة وأن الدولة تبدل جهودا لاحتواء الوباء وسيطرت عليه بحيث يكون ضمن القدرة السريرية المتاحة لدى وزارة الصحة العراقية وضف أن عدد الأسر المخصص لمصابي كورونا في عموم محافظات البلاد يصل إلى أقل من خمسين بالمئة من عدد المصابين بالفيروس إلى أن زيانة مستمرة في عدد الإصابات تشكل حاملا مقلقا بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ بإصابة فيروس كورونا في أبو غريب ملاكات مستشفى القضاء تواصل العمل على قدم وساق ليلة ونهار لاستقبال جميع الحالات المصابة وتقديم الخدمات اللازمة لهم تفاصيل محمد العيداني تواصل الملاكات الطبية والخدمية في مستشفى أبو غريب استعداداتها لاستقبال الحالات المختلفة من المصابين بفيروس كورونا بعد أن سجل القضاء ارتفاعا في عدد الإصابات نتيجة عدم التزام المواطنين بالشروط الصحية منطقة أبو غريب بالبداية كانت إصابات قليلة بالفترة الأخيرة وأنا أعتقد عدم الوعي من قبل المواطنين وعدم الالتزام بالحضر اللي موجود كان وعدم الحقيقة إقامة التجمعات والحضور بالتجمعات أدى إلى زيادة أكثر من الطبيعي بالفترة الأخيرة نحاول حتى المرضى اللي يأتون إلى الطوارئ أو إلى كافة الردهات أن نخليهم يلتزمون بكافة الإجراءات الصحية وكون المسافات متباعدة بينهم من ناحية الكمامات أو الجفوف أو قدر الإمكان ويستقبل المستشفى المشتبه بهم من المصابين بعد التأكد من نتائج التحليل المختبري ناهيك عن إعطاء المريض البروتوكول العلاجي ومن ثم إحالته إلى أقرب مستشفى خاص بالعزل إحنا مجتمعنا هو اجتماعي ما تقدر تفرض عليها الأشياء هاي بس يعني ظرف أنه خلانا لازم نلتزم هالأشياء هذي والحمد لله والشكر يعني مستمرين بالدوام لطباء كلهم يتنوبون هنا على أراضيات العزل مدى صادفنا حالة أعبانة دا نخابر على العمليات بغداد والاستجابة كل السريعة أكو ناس تريد فيها تريد حالة أو لا توافق أو ما توافق تطيها الدكتورة تقول لها توافق أو ما توافق أما يروحون أما ما يروحون ووافقون يطبعون للبيت التوعية واتباع الإرشادات في البدن والقرى والأرياف وحدها لا تكفي من غير الالتزام بها والشعور بالمسؤولية أجراءات سريعة ووقائية تتبعها المستشفيات في الأقضية والنواحي تحتاج إلى أعلى درجات التوعية لتقليل الإصابة بين المواطنين من فيروس كورونا من داخل مستشفى أبي غريب في بغداد محمد العيداني العراقية الإخبارية أعلن طبيب البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتلقى علاجا تجريبيا ضد كورونا وهو عبارة عن تسام مضادة صلاعية مشيرا لأنه يتمتع بمعنويات جيدة رغم شعوره بتعب وأعلن شون كونلي طبيب الرئيس في بيان له أنه تم حقن ترامب بجرعة من العلاج التجريبي الذي طوره مختبر ريجين برون وقد أعطى نتائج أولية مشجعة في التجارب السريرية مضيفا أن زوجة ترامب المصابة أيضا بكورونا تعاني سعالا خفيفا وصداعا حالة من عدم اليقين تسود الولايات المتحدة ليس بشأن الوضع الصحي للرئيس دونالد ترامب وحسب وإنما حول تداعيات إصابته بفيروس كورونا على حملته الانتخابية وإدارة شؤون البلاد كبير موظفي البيت الأبيض مارك مادوز حاول تطمين الأمريكيين بأن الرئيس يتمتع بمعنويات عالية ولا يزال يدير زمام الأمور إلى أنه أكد أن بعض الأعراض الخفيفة للفيروس بدأت تظهر على الرئيس دون إعطاء مزيد من التفاصيل الرئيس والسيدة الأولى أصيبا بكوفيد-19 وهم الآن يتمتعان بمعنويات عالية الرئيس لديها أعراض خفيفة وروا التكهنات التي يشير بعضها إلى أن الإصابة قد لا تعيق الرئيس عن أداء مهمه سيتوجب على ترامب في كل الأحوال الخضوع لحجر صحي لمدة أسبوعين وفقا للإرشادات والضوابط الصحية التي أقرتها إدارته ما يعني تأجيل عشرات من السفرات والتجمعات المقررة ضمن حملته الانتخابية بعد نبأ إصابة الرئيس ترامب ليلة أمس بفيروس كورونا كان نبأ يعني كبير على الولايات المتحدة الأمريكية والشعب الأمريكي وبالتأكيد سيؤثر على الحملة الانتخابية لأن الرئيس ترامب كان يعني الجميع يعلم يخرج على الدعم في الولايات الأمريكية ويلقي خطابات يومية على شبه يمي وكان نشيطا جدا هبوط حد اشتاح البورصة الأمريكية منذ إعلان البيت الأبيض إصابة ترامب بفيروس كوفيد 19 والمخاوف من تراجع الوضع الصحي للرئيس الأمريكي أصابت الأسواق العالمية بحالة من الفوضى الرئيس الذي غالبا ما قلل من خطورة كورونا وقال قبل أيام أن الفيروس يقترب من نهايته فجأة أصبح أحد ضحاياه ويبقى السؤال هل سيغير ترامب خطابه ويتخذ موقفا أكثر جدية بشأن الوباء الذي قتل أكثر من 200 ألف أمريكي وأصاب ملايين من بينهم الرئيس وزوجته زين إبراهيم للإخبارية العراقية من العاصمة الأمريكية واشنطن أعلن المجلس الانتقالي السوداني المضي في اتجاه بناء علاقات مع إسرائيل وأوضح رئيس المجلس محمد حمدان أن مصلحة بلاده في إقامة علاقة مع إسرائيل مبررا ذلك بأن السودان لا يرتبط بحدود مباشرة مع فلسطين فضلا عن عدم وجود أي معارضة من رجال الدين هذا وكانت تقارير إسرائيلية وامريكية قد زعمت بأن الخرطو موافقت على التطبيع مع تل أبيب حال شط باسم السودان من قائمة الدول الرعية للإرهاب وحصولها على مساعدات من واشنطن دعا وزيراء الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف ونظيره الروسي سرقي لافروف إلى بروت الوقف الفوري لإطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا في منطقة قرباغة وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن الوزيرين بحثا خلال التسار هاتفي لو ضع في منطقة النزاة وأعرب عن قلقهما من الأعمال القتالية الواسعة والمستمرة ودع الطرفان إلى وقف فوري لإطلاق النار ومنع الخطاب الاستفزازي والعسكري رفضت تركيا تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على خلفية أنشطتها بالتنقيب عن الغاز في شرق المتوسطية ذلك بعد أن وصف قادة الانتحاد عملية التنقيب غير القانونية في المياه الأقليمية للجزيرة قبرص واليونان هذا وعرض بيان قمة الاتحاد الأوروبي على تركيا إمكانية توثيق العلاقات وتحسين التجارة إذا ما التزمت من وصلة الحوار والامتناع عن الإجراءات الأحادية أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن تفاؤلي بإمكانية توصل إلى اتفاق لمرحلة ما بعد بريكست وقال جونسون أن احتمالات التوصل إلى اتفاق بحلو نهاية العام إذا ما لجأ الجميع إلى ما أسمعها بالحوارات المنطقية يأتي ذلك في وقت يستعد جونسون لعقد محدثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندير لتحديد الخطوات المقبلة في المفوضات الصعبة بين الطرفين أسرة أخرى يعاني أحد أبنائها من مرض سرطاني تشر في جميع أنحاء جسمه الطفل أدهم دل عشر سنوات وهو من أسرة فقيرة لا طالما حاولت أسرته علاجة لكن ترد الحالة المعيشية حالت دون ذلك كاميرا العراقية الإخبارية كانت حاضرة في بيت أدهم ونقلت مناشدته لرئيس الوزراء للتكفل بعلاجه أدهم ذو العشرة أعوام بهذه العبارة اختصر قصته مع الألم هذا الجسد الصغير يحمل الألم منذ ثلاث سنوات وحتى الآن إذ يعاني أدهم من أورام سرطانية كثيرة انتشرت من رأسه حتى قدميه بكلمات الحسرة يروي لنا والدة أدهم عسر حالهم المعيشي إذ ليس بمقدورهم توفير مستلزمات علاج ابنهم أو شراء لقمة له وقسوة بعض الأطباء وانعدام إنسانيتهم زاد من عبئي هذه العائلة أشتغل عامل وشوفت حالكم يعني يوم يتي خمسة وثلاثين ألف يوم أشتغل وثلاثة يوم أربعة قاعدة والعالم مرات تساعدني منها ومننا أروح أجيب علاجه وجه لا مواداتها وعلاجاتها كل يوم بعشر تلاف دينار أروح أجيب مراتها بصديلية ينطينيها المرات ما ينطينيها قولي محالتنا ما تحمل مال طبيبة وديك واحد طلب عليه خمس ملايين الدكتور توسلته قال والله غير خمس ملايين القفل ما ما سويها عملية ترجيته قال ماكو خمس ملايين عملية عدكم أسويكوها ما عدكم أخذه وطلع نبات يطلب شيء يطلب ما عندي نبات أبوذر قاعد ليل أدهم ليس كسائر ليال الناس أسود بكل ما للكلمة من معنى وجع لا يشعر به أحد فلم يبقى باب إلا وطرقوه لكن جميعها مغلقة شاشة الإخبارية كانت ملاذهم الوحيد لإيصال صوتهم للحكومة ووزارة الصحة لا يقوى جسد أدهم على المزيد من الألم والمعاناة فجل ما يحلم به هذا الطفل وعائلته التفات الجهات المعنية لحالته وتوفير علاج له لوضع حد لمعاناته من بغداد سجا جاسم العراقية الإخبارية تذكيروا لأمر زمان جافين عشراتين الكاظمي يوجه بتسريع إكمال التسجيل البيومتري للناخبين ويدعو إلى دعم المفوضية بإجراء انتخابات المباكرة وزير الخارجية يؤكد هاتفيا لنظره الأمريكي اتخاذ جراءات أمنية لوقف الهجمات وحماية البعثات الدول الماسية ترجمة نانسي قنقر